عشرون نائبا يمثلون محافظة لينوى تعالت أصواتهم للتحذير من مساعٍ للتلاعب والتزوير قد يمارسها عدد من قادة الحشود العشائرية في المحافظات المحررة بهدف التأثير على نتائج الانتخابة في محافظاتهم مخوف جدية دفعتهم ليقدموا شكواهم إلى رئاستي البرلمان والحكومة ومدعي عام الجمهورية مطالبين إياهم بسرعة التدخل ومتهمين قادة الحشود العشائرية بإجبار منتسبي وحداتهم العسكرية وسكان المناطق ضمن قواطع مسؤولياتهم على انتخاب أسماء معينة يوم الاقتراع الخاص وردتنا معلومات بأن هناك مرامل الحشود المختلفة الموجودة في محافظة نينوى بجمع وإجبار العاملين بالحشود بإجبارهم بإعطاء تسليم بطاقة الناخب مع عوائلهم إلى هذه الحشود وإلا فرواتبهم ستقطع من قبل هذا الأمر الحشود فأكيد إحنا كانوا من نينوى وكمرة الشحيم من نينوى نعترض على هذا الإجراء لأن هناك راح يكون تصويت خارج السياقات وزارة الدفاع ردت على تساؤلات الحرة بعدم علمها بتفاصيل القضية أما مفوضية الانتخابات فقد ذكرت على لسان أحد متحدثيها أنها تصدت لكل محاولات التزوير وأنها تنسق مع الأجهزة المعنية للحيلولة دون نجاح مساعم يحاول التأثير على أهواء الناخبين كل المدعيات التي أشيرت حول هذا الجانب هي مجرد مدعيات قابلة للإثبات وقابلة للنفي ولحد الآن لم تصل قتلك مثل هكذا أمور إلى المفوضية كي نقوم بإثباتها أو نفيها هو الثابت عندنا إذا ثبت هذا الأمر فيحالون للتحقيق أكيد وتتخذ الإجراءات القانونية ومن خلال التحقيق يمكن استنتاج فيما إذا كانوا هم جزء من هذا الأمر أو يكونوا خارج إطار التهمة وتتعالى في العراق التحذيرات من تزايد محاولات تزوير الانتخابات مع اقتراب موعدها وسطوة المال السياسي والسلاح المنفلت على الشارع في محاولة لمنع تكرار ما حدث في انتخابات عام 2018 التي يعتقد غالبية العراقيين بعدم لزاهتها يوسف الحسيني الحرى أربيل